موسيقى البلدية الناشحة هي البلدية اللي عندها رئيس بلدية ومجلس بلدية بيحددوا المشاكل والتحديات بيقيموا الحاجات وبيمشوا بالنظام وبالقوانين هيدا هو سر الخلطة بنشوف بلديات ما عندها اي موازنة لانه عندها هيدا الرؤية قدرت هي تجذب التمويل البلدية هي السلطة العامة الأقرب للمواطنين ما فيهم المواطنين إلا ما يشاركوا بالعمل البلدي يمارسوا حقهم الدستورة والسياسة انه يتابعوا عمل البلدية ويسألوا يعرفوا شو عم بيصير شو القرارات اللي عم تتاخد شو المشاريع اللي عم بتقوم فيها بالمشاركة مش بس بالحكة كمان المشاركة بيجان بلدية المشاركة بالطلب المشاركة أو حضور الاجتماعات المجلس البلدي الدارة البلدية لأنه دارة كتير صغيرة والكل اللي بيعرف بعض يتشجعوا ويترشح على البلدية لأنه ما في غير طريقة لواحد يغير الواقع اللي هو فيه إلا من خلال الترشح والتصويت كتير مهمين لأنه هن بواحده جهود لكتير بلديات بمؤسسة واحدة البلديات بلبنان كتير صغيرة فيه أكتر من ألف بلدية ونطاقة كتير ديئة وفيها تقوم بعمل مشترك بمشاريع مشتركة بتخطيط مشترك بإنماء على صعيد منطقة هلأ الاتحادات متكلي كمان على البلديات لحتى تقدر تكون فعالة بدي يكون فيه مشاركة حقيقية للبلديات بعمل الاتحاد بدي يكون فيه نوع من هيك ألفة ولازم كمان المواطنين مش بس يركزوا على البلدية كمان يعرفوا شو عم بيصير بالاتحاد ويطلبوا انه يشاركوا بعمل الاتحاد مجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية بتقوم بدور كتير كبير وكتير مهم إشراك المواطنين والناس بالعمل المحلي وهي قامت بدور الدولة والمؤسسات لأنه كان فيه كتير تقاعص من قبل الدولة والجهات العامة الانجي اوز والجمعيات ما فيها تحل محل الدولة الدولة بتضلى هي المرجع وهي الدستور وهي الأوانين وهي مسؤولة عن الخير العام الانجي اوز دورهم مساعد وداعم بس ما فيك تحلى مشكلة الكهرباء مع الانجي اوز وما فيك تحلى أزمة النفايات من خلال فقط الانجي اوز لازم يكون فيه تكامل وتعاون بين الناس والجمعيات والبلديات ضمن إطار بتحطوا الدولة وهيك منوصل لحل أنا ما فيه اتكهن وأقول وأعرف من هلأ إذا رح يصير فيه تغيير جزري أو نسبة صار فيه عشرة بالمية أوجه جديدة كتلة جديدة بالبرلمان وأنا بتمنى أنه يصير فيه أكتر من خرق بالمجالس البلدية بتمنى أنه يكون فيه كتير أوجه جديدة من فئات شبابية ونساء وناشتين المشهد ما حيتغير والأزمة ما حتتحول لحل إلا إذا هيد الفئات يلي عم تفكر دايما بالتغيير بس عن بعيد إذا هالفئات ما بتشارك ما بتفوت على العمل السياسي على المستوى البلدي ما حيصير فيه تغيير هو نداء لهالفئات أنه تسأل مش بس تنتخب تترشح تقليف لويح الدارة البلدية صغيرة أكيد من كل فئة من كل عائلة فيه شخص كتير شاطر وكتير بده يغير فهي أكتر نداء ودعوة أنه يترشحوا ليصير التغيير بالـ 2023 أكبر بكتير من التغيير اللي صار بالـ 2022 ويصير مش بس ببلدية أو خمسة أو عشرة أو مية يصير بخمسمائة بلدية وسبعمائة بلدية وإن شاء الله بألف بلدية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة